اخرى جيمي طيب سألتك قبل الفاصل عن الكرة بتاعة عبدالقادر الكرة الحلوة اول الاهل اعمالها التحكم في الاقاع الهارمون الانسجام التدريب الشغل للعاصر اللي انا بتلعبش ولما تيجي تبص على العناصر اللي عملت التمم بساط النموذج اللي تعمل على خط ال 18 المبهرين بشكلهم حلوة اوي الكرة اللي كانت راحة ان هي تبقى احلى هدف دوري ابطال افريقيا النسخة الحالية ابا عبدالقادر انه ينهيها بالشكل المميز لكن لما تيجي تلاقي ان اللعيبة اللي بتعمل الباصل دي 8 9 بصات تكتاك على خط ال 18 بالشكل ده اللعيبة ما بتلعبش اللعيبة بتاخد دقائق قليلة احمد عبدالقادر طهر محمد طهر محمد مجدي افشا هم اللي اسهموا عمر السولية اللعيبة الاربعة اللي اسهموا في الكرة دي من بداية هالله نعرضها هالله الاربعة دول الاربعة دول حالة الهارموني والانسجام والبصات بالمدقة دي بدايتها ناحية اليمين اتحطت محمد هاني اتحطت بعد كده لعمر السولية كمل الفريم اللي بعده عمر راح هيحط الباص ويسند على احمد عبدالقادر اللي احمد عبدالقادر هيوقفها ويستلمها علشان يبقى رايح افشا بوشه هو اللي يعمل الباص بعدها تحرك تاني كمل الفريم اللي بعده افشا هنا هيستلم بعدها تحرك بيكمل عمر السولية انسايد تاني علشان يدخل ناحية اليمين بعد الكرة بتتحط افشا بيرجع يحطها تاني لعمر السولية عمر السلية راح هنا في المسافة لان تحرك عبدالقادر سحب معاه الاثنين المدافعين لبرا راح عمر السلية عمر السلية كان ممكن يسدد حاب يضمنها ويحطها لعيب اللي جاي بوشه اللي عنده زاوية رؤية أفضل راح روح لفريم اللي بعده روح لفريم اللي بعده كمان روح هنا برجعها عمر السلية راحمر عبدالقادر بيقوله الطبيعي بالراحة وطريقة عبدالقادر في العادي انه بيركب بيحطه كرة ببطن رجله بيحطه على الارض يميل أو شمال حطها بوش رجله مش عايف ليه استعجل وحطها بوش رجله كانت واحدة من أحلى أهداف دوري أبطال أفريقيا لو اكتمل وهرجع أقولك مش بس الكرة شكلها حلو ومش بس الكرة كانت ممكن تبقى أحلى وأحلى جوم في دوري أبطال أفريقيا السنة دي تاني التمرين 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 انسجام ما بين الرباعي بياخد دقايق وليلا قوي الفترة الأخيرة لقطة خلوج عالي معلول من البعبة كرعية لا تصادمة لجمهور النادي الأهلي يكون جمهور النادي أهلي كله وكان أول ما خالد عبد الفتاح وقف بره قال لك خلاص محمد هاني عنده انذار سابق يعني الريكورد بتاعه معه فيه انذار فهيحميه انه ما ياخدش الانذار التاني زي ما روانا عطيه وانه خالد هينزل وعالي معلول هو اللي ياخد الشارع وكانت لقى تصادمة بالنسبة لجمهور النادي لكن انا عايزة اقف هنا عالي معلول لمحتاج شارع وعالي معلول قائد من قادة النادي الأهلي في الملعب وكابت الحقيقي للنادي الأهلي في الملعب خاصة في ظل غياب محمد الشناوي آه كانت لقى تصادمة لجمهور النادي الأهلي لكن هارجع اقول عالي معلول يستحق اكتر من الشارع ويستحق آه شارة النادي الأهلي شرف لكن في النهاية عالي معلول مش منتظر اللقطة لي ولا منتظر الجميل كلها كانت بتحيي عالي معلول وقت خروج